موسيقى المشروع القسم إلى ثلاثة أقسان تطوير اقتصاد مصر لأياد مصرية للمرحلة الأولى المرحلة الثانية الدخول في تكتلات عربية وأفريقية المرحلة الثالثة مكافحة الاحتباس الحراري الذي سيؤدي إلى ضيراء 20% من ديل تنين بسبب ارتفاع الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وغرق الأراضي المنخفضة ومنها جزء من ديل تنين دون الثلاثة مراحل اللي لازم نشتغل عليهم إن شاء الله المرحلة الأولى تطوير اقتصاد مصر بأياد مصرية لا بد من الاعتماد على العلماء ولله الحمد العلماء المصريين موجودون في كل المجالات المجالات ولكنهم جزء كبير منهم في الخارج في أوروبا وفي أمريكا وفي كندا وزائد فيه رجال أعمال في الخارج وأنا ما اتكلمت قبل كده في العلام كنت بقى لحها على أن المصريين هم المصريين في داخل مصر وفي خارجها المصريين في خارج مصر حوالي 10 مليون لا بد من الاستعانة بهم وهم عاوزين يساعدوا مصر فده شيء مهم جدا المال اللي موجود بالعملة الصعبة اللي في الخارج يجي من المصريين والعلم اللي موجود في الخارج يجي من المصريين بالإضافة للعلماء الموجودين في داخل البلد وتكلمت بالفعل مع بعض علماء في الهندسة الزراعية لديهم قدرات على أن يخل الفدان يجيب مرة ونصف ولديهم قدرات أن يعمل تقاوي تقاوم الملوحة أو يتم الإنباد في أرض ضعيفة الأشياء دي في غاية الأهمية وفي علماء في الطاقة البديلة وعلماء في الطاقة الحيوية وكل الأشياء اللي احنا عاوزينها وطبعا أنا سعدت لما شفت الرئيس المنتخب بيستدعي علماء ويتحدث معهم بس هذا ليس كافيا لا بد من إنشاء عدد كبير من المراكز العلمية التطبيقية بمعنى أن العلم يطبق على الأرض المصرية وده جزء من المشروع بتاعي لكن الموضوع أنا مش عايز أطول عشان فيه ناس كتيرة طبعا منتظرين أدوارهم لكن هحطت لامحة بس صغيرة من أهم المشاريع اللي أنا كنت بادعو إليها هو مشروع الكنغو كهرباء تعادل أكثر من عشر أضعاف كهرباء الساد العالي وأرخص من كهرباء الساد النهضة لأنها لا تحتاج إلى بناء سدود بتحط التوربينات على مساقط المياه فقط ودولة الكنغو الديمقراطية صديقة لمصر وموافقة على هذه المشاريع وكنا بنجتمع في جامعة القاهرة الهندسة مجموعة من الناس المتطوعين والعبد الله واحد منهم أمسك الملف الاقتصادي وهناك علماء في الموارد المائية وفي الجيولوجيا وعملنا حوالي 300 خريطة لمصاري النهر الجديد والأماكن اللي ستتم إنتاج القهرباء 300 خريطة تم تسليمها لقوات المسلحة وبعدها بدأت وزارة رأي تعترف بالمشروع قبلها كانت بتهاجم المشروع سنتين وكانوا بيهاجموني ويقولوا المشروع ده وهمي لله الحمد المشروع هينطلق المهم أن المشكلة عندنا أن عندنا أراضي كتيرة قابلة للزراعة بلا مياه وهناك في الكونغو عندهم مياه كثيرة تهضر في المحيط ولا توجد أراضي اللي يزرعوها بيجينا من نهر نيد حوالي 55.5 مليار متر مقعب النهر الكونغو بيهدر 1290 مليار 1290 مليار قارنه ب55 مجنة لو خدنا جزء نزرع الأراضي نكتفي ذاتيا ونكون إحنا السلة سلة الأغذية إحنا والسودان سلة الأغذية لباقي أفريقيا هو ده الطموح بالإضافة لإنتاج كهرباء الكهرباء دي لإنارة أفريقيا لأن أفريقيا تعيش على الشموع وده شيء مهم لما قلت تكتل اقتصادي آسيا قامت بالعسف المنفرد اليابان تطلع بعد شوية تطلع ماليزيا لكن مصر تحتاج إلى تكتل اقتصادي مع الدول الأفريقية والدول العربية وهو ده المشروع اللي أنا بتكلم عنه واللي إن شاء الله هننفزه في موسيقى اشتركوا في القناة